السلام عليكم الاخوة الاخوات نتمنى ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير كدوا وزتوا عيدكم يا رب تكونوا عيدتم زيانتم وعائلتكم ووليداتكم اليوم سنتقدم معكم واحد الشكل اللي بطلعة محمرة احنا كنا زمان كتطيب على الفاخر على الفحم ومنه كتقرب الطيب كنديرو الفحم فوق منها يعني كتطيب في حلة واحدة في طنجرة واحدة دبا احنا بالنسبة لي انا ما عنديش فين نشعل الفاخر شوية عرفته تكون خطا خصنصن عندنا هنا لما كانش عندك الجرداء ولا شي بلاسة فين نديريه المهم انا غادي نديرو في الكوكوت وغادي ندخلو الفران فاهمنا المهم احنا وردتكم الطريقة المغربية القصيرة كتدرع الفحم ما كانت طيب كي يزول فحم منطحت منها وكيديرو في طبص الفوق كي تبقى تتحمر في بلاستة هنا غادي ندير معاكم مهمة شي ضروري تضلع اي نوع تعلحم وغادي نديرو غادي نحيدو وغادي نديرو في الفران يجب نصف طريقة يجب نصف طريقة المهم سوف نقدم معكم التوابيل اللي سوف نحتاجه اول حاجة هي اللحم اللحم كل واحد يجب المقدار اللي يبغى انا اخديت هنا اطلعها انا مكبغوش ليدك الجلدة الفقانية حيت لها الجلدة الفقانية وقطعتها باش تدخل الانان كل واحد وغاد يدير لها اللي بغى هن اللحم شديته تشدوه تفرقوه تشرحو هكا باش تطعب مزيان ومليدخل الفرن وتحمر كامل المهمة ديما كنقولو الكميات عن اللحم كي كان قليل كي كان كتير مهمة هو الندم يدير شي حاجة مغاية اول حاجة نحتاجه نحتاجه القصبر والمعدنوس تومة احنا عندي الزعفرن شعرة اه دفت معي شوية الماء ولكن غنزيد عليه شوية الملوين شوية هاد الزعفرن ديال داما واللي عنده الملوين غدائي حتى انا عندي قليل الزعفرن شعرة شاريت هير واحد الباكية من المغربي ما فيهاش بزال المهم كي قلت ليكم الحامض مصير هدا هو الحامض اللي كان خليله بالزيت والملح باطريكا أو التحمارة ليبزهر وفوفل أسود وهدا سمن حار سمن مملح الكامون الكوركم الزنجبيل الملح وزوج بصلات غادي نقطعها من بعدها ناخليتهم باش نوردهم ديكم وزيت الزيتون وانا كندفع عليه واحد الاضافة اللي بغي يدفع اضافة اللي مباش يدفع اضافة اللي مباش يدفع اضافة اللي مباش يدفع اضافة اللي مباشي هنا غادي نشد واحد الاناء غادي نديرو هداك غادي نجمب التواب الكلها باش نضغمرو ديك باش نخلطو ديك الحمض يعني صافي غادي نديرو هنعمد معاكم بزار البابريكا الكامون الكركم الزنجبيل الملح الملح نديرو الزبحة السمنحار نديرو التوم هاد الحمض هاد نديرو هاد الليمون اللي متوفرش ليه يدير الليمون عادي هاد نديرو هير اللوب ديالو هاد القشراء هاد نديرو هكذا يجب أن تزين من الفق يجب أن نضيف سوف اضعوا الى زفران تقريبا واحد معلقة الخل حينتا الخل كي تفتلين هذك الحم وتيزول منه تذيك حينتا الحم تاع الغلم تكون راحة دياله مجهده الخل كي يهبط هذيك الريحة صافيه اوكا ندير السمن نديرها في الطنجرة اللي غاديت ده فيها ما غاديش نديرها هنا وغادينا ناخد واحد تقريبا كس الماء صغير لشان خلطوا هذو كالتواب المزيان ونزيدوا زيت زيتهم سافي لما نكتروش الزيت حينتا لحساب اللحم إلا كان ميددم او لم يددم سافي هنا غادي نشد هذو المغيناد هذي نحركوها كمزين سافيه وغادي ناخدو الحم ديالنا هكا تجي لديد هذي الطريقة أنا ازنع لها ضروري كتبت لكل واحده الطريقة دياله ها فيه هنا را خسكم تشرطوها هكي شرطها ماءنية باش يدخل معها هذك القوان ساعة 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 وغادي ساعة وغادي ساعة بعد مرور ساعة لما ترقد اللحم نشده طنجرة هذا الكمية نضيفه على جوج مراحل حيث عندي صغيرة نضيفه نصف الكمية للبعصل المهم سوف نضيفه على طنجرة ونضيفه الحمد نضيفه ونضيفه نضيفه ونضيفه كمية نضيفه ونضيفه سوف تقليل الوحم سوف نسد الكوكوت لا نكتره على الماء قليلا لنقصه 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 او الزيت الزيت سوف ندخل الفران سوف نسد بسميته سوف نسد طفجارات الضغط ونقصه بعدما نقص الحم واجبته من طنجارات الضغط ودرته هنا لقد ندهنه زيت وزيت سوف ندخل الفران سوف ندخل الفران هو اصلا بدته يتحمر في الكوكوت ولكن ضروري ندخل الفران لكي نشف وهذه المرقة اللي بقيت سوف نشعل عليها العافية تتشرب سوف ندخل القوام سوف ندخل الفران فوق النار لكي تتشرب مرقة خاطرة سوف ندخل الفران ونشوفوا النتيجة النهائية هذا هو الحم بعد مجملنا من الفران انا خليته تحمر مزيان رغم محروق لا نقص لكم اتمنى تجربوه قلبته على الجوية بجوج وقلبته على الاخرى وندخله مع هذيك المرقة تيجي رائع نريكم مرقة بعد ما تشربت اشتوها ها هواية تشربت المرقة ديالو دابا سوف ينشاء الله اللي بغي يشرب المرقة كتر يشربها اللي ما عندوش الوليدات ولا ما يبغي يغمس يقدر يخليها ناجف سوف ينطلقوا الطبق بالصحة والراحة هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اشتو كتيجي تجي تجي هذيك المرقة اللي كنديرو فيه ريخاتره اشتوها التحت وزوقنا بالطرفة ديال الحم ومرة اخرى كنشكركم على الدعم ديالكم وكنقول لكم عواشة مباركة مسعودة وان شاء الله انطلقوا مرة اخرى في جولة ولا في طبق اخر شكرا شكرا لكم بزاف ومباركة عيدكم مرة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله